السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنستطرق لأنشطة الأسبوع الثاني من القراءة المسترسلة حكمة القدر المندرجة ضمن الوحدة الأولى مجال الحضارة المغربية المرجع وحة الكلمات العربية للمستوى الرابع أسئلة ما قبل القراءة أتهيأ لقراءة الجزء الثاني من النص أتذكر سبب اعتدار عمر لليلة إذن سبب اعتدار عمر لليلة لأنه قذفها بالقراء ما المنطقة التي ينتمي إليها عمر؟ المنطقة التي ينتمي إليها عمر هي الصحراء المغربية إذن سبب اعتدار عمر لليلة لأنه قذفها بالقراء والمنطقة التي ينتمي إليها عمر هي الصحراء المغربية يعني هذا الشيء كله كانت تذكره من الجزء الأول يعني اللقلنا في الحصة السابقة أسترسل في قراءة ثم أقومها إذن سنقرأ الجزء الثاني دائما من حكمة القدر حكمة القدر صمتت لليلة قليلا ثم أردفت قائلة إن اسمك من الأسماء العائلية المألوفة في أقاليم صحرائنا المسترجعة وما اسم مدرستك؟ المسيرة الخضراء فأنا أدرس في القسم الرابع يا لها من صدفة عجيبة لا شك أن أستاذكم أخبركم عن المصابقة الثقافية التي ستنظم بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عمر في ثقة بنفسه أجل وسأشارك فيها أنا أيضا أظهرت لمعلمتي رغبتي في المشاركة إذن لنتعاون معا على قراءة الكتب التي تتناول انتصارات وملاحم البطولات الوطنية تعال معي إلى المنزل فلدينا مكتبة تشتمل على مؤلفات وكتب كثيرة أفهم أحلل أستخرج من الحوار الذي جرى بين عمر وليلة الآتي اسم مدرسة عمر مستواه الدراسي موضوع المسابقة مناسبتها والمشاركون فيها إذن اسم مدرسة عمر المسيرة الخضراء اسم مدرسة عمر المسيرة الخضراء مستواه الدراسي لاحظوا معينا فأنا أدرس بالقسم الرابع إذن أدرس عمر في القسم الرابع موضوع المسابقة مسابقة ثقافية المسابقة الثقافية المشاركون فيها عمر وليلة يعني بالنسبة لهذا الجزء من نصف عمر وليلة اسم مدرسة عمر المسيرة الخضراء مستواه الدراسي القسم الرابع موضوع المسابقة مصابقة ثقافية مناسبتها ذكر مسير الخضراء المشاركون فيها ليلى وعمر أختار مما يلي الأوصاف التي استعملها الكاتب في الحوار ثم أكون منها جمل مفيدة إذن أنا سأختار المغربية الوطنية الحمراء تتميز صحراء المغربية برمالها الذهبية سجلت الكتب سجلت الكتب انتصارات وملاحم البطولات الوطنية تعرف مدينة مراكشة بالمدينة الحمراء انطلقت المسيرة الخضراء يوم ستة وانبر الف وتسعمائة وخمسة وسبعون إذن نضب النسبة للسؤال الثاني من أفهم وأحلل السؤال الثالث أعود إلى الحوار لأتم شفهيا العبارة التالية بجمل فعلية ثم أصغ على منولها جمل مفيدة إذن فأنا فأنا ماذا سنقول فأنا أيضا سأشارك في المسابقة لا شك لا شك أن معلمك كما جاء في النص أخبرك عن المسابقة الثقافية أجل إنني أقطن في الصحراء المغربية إذن كل هذه العبارات جاءت في النص إذن فأنا أيضا سأشارك في المسابقة الثقافية لا شك أن معلمك أخبرك عن المسابقة الثقافية أجل إنني أقطن في الصحراء المغربية أركب وأقوم ألخص الجزء الثاني من النص إذن الجزء الثاني من النص قموا بقراءة مرة أخرى قراءة متأنية ثم قموا بتلخيصه سأشارك معكم تلخيصا صغيرا تعرفت ليلى على عمر والمدرسة التي يدرس فيها ومستواه الدراسي وقرر التعاون على قراءة الكتب للمشاركة في المسابقة الثقافية إذن تعرفت ليلى على عمر والمدرسة التي يدرس بها ومستواه الدراسي وقرر التعاون على قراءة الكتب للمشاركة في المسابقة الثقافية سألتني أعبر نعتزازي بالأعياد الوطنية إذن أعتز بأعياد الوطنية فهي تعبر عن جهاد الأجداد وبطولاتهم لأجل وطني وكم أكون سعيدة حين أرى علم وطني خفاقا وصورة ملكي في كل مكان إذن أعتز بأعياد الوطنية فهي تعبر عن جهاد الأجداد وبطولاتهم لأجل الوطن أو لأجل وطني وكم أكون سعيدة حين أرى علم وطني خفاقا وصورة ملكي في كل مكان ثالثا أعلق بجملة عما أعرف عن المسيرة الخضراء إذن المسيرة الخضراء مسيرة سلمية وهي حدث طاريخي انطلقت يوم ستة وانبر سنة 1975 إذن المسيرة الخضراء مسيرة سلمية وهي حدث طاريخي انطلقت يوم ستة وانبر سنة 1975 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع الجزء الثالث استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر